مبارح ردود فعل كبيرة بترفض المزاعم والأكاذيب اللي روجتها الـ CNN من خلال موقعها بنشر مقال بيهدف إلى تشويه الدور المصري والحديث أنه مصر تراجعت في الفترة الأخيرة أو تحديدا في الهدنة الأخيرة عن بعض البنود اللي تم الاتفاق عليها مع الأطراف في أزمة غزة مفاوضات مستمرة مصر موقفها ثابت لحقن دماء الفلسطينيين ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلينا نروح مع حضرتكم لقراءة وفي عن جهود مصر في المفاوضات بشأن غزة مع ضفنا أن نورنا في ستوديو سبعة الخير يا مصر دكتور أحمد سيد أحمد الخبير بمركز الأهرام للدراسات سبعة الخير رحضاك يا دكتور وأهلا بك معنا في الستوديو أهلا بك جمانة وأهلا بك محمد أهلا بحضرتك يعني الحقيقة أننا من بداية أزمة قطاع غزة الأخيرة تحديدا في شائعات كثير بتخرج ولكن مؤخرا بقى فيه نوع من أنواع التبجح الزيادة زي ما بيطلق هذا بنقولها بمنتهى البساطة أنه بالفعل ابتدى خلاص يتشال حتى برقع الحياة وشايفين شائعات قوية جدا وبتنتشر أنها تنتشر على موقع زي موقع CNN فده نوع من أنواع التبجح الزائد حتى عن الحاد عيسى عرف من حضرتك ليه هذه الشائعات بهذه القوة في هذا التوقيت بالفعل جمانة يعني منذ حدث 7 أكتوبر هناك طبعا مزاعم وافتراءات وهزيان والدعاءات كلها باطلة سواء من الجانب الإسرائيلي أو من بعض الوسائل العالمية وقبل أن نرد على هذه الشائعات لماذا هجيش شائعات هذا السؤال المهم لأن إسرائيل وحكومة الحرب الإسرائيلية كانت تريد أن تتخذ من 7 أكتوبر زريعة لتصفيت القضايا الفلسطيني عبر ما يسمى استراتيجية الجحيم يعني في تفريغ قطاع غزة من سكان وبالتالي إنهاء ما يسمى المسألة الفلسطينية هم يريدون استبعادوا القدس قطاع وصلت ضفة الغربية يريدون تصفيت غزة وبالتالي يعني كما يقول نتانياه تقويد أي مقامات للدولة الفلسطينية من كان حق الصد في هذا المخطط واجهده هو الجانب المصر إن مصر أدركت منذ اليوم الأول أن إسرائيل وحتى الرئيس سيسيا أتعتقد وتذكر في مؤتمر الصحفي مع المشارة ألمانية أوليب شولد قال أن إسرائيل تجوزت مبدأ الدفاع النفس إلى أساسة الانتقام الجماع وبالتالي هنا مصر وقفت كحق الصد أمام مخططات إسرائيل لتصفيت القدية الفلسطينية عن طريق العمل على تحويل غزة إلى مكان لا يمكن نعايش فيه وبالتالي تهجير الفلسطينية قسرا أو طبع بالطبع كان حق الصد لمصر رفضت مصر وضعت خطوط حمراء لقات حاسمة لا لتهجير الفلسطينيين لا لتهجيرهم لسيناء لا لتصفيت القدية الفلسطينية على حساب الأمن القوم من مصر هذا هو الموقف المصري الصلب الدعم للجانب الفلسطيني هو الذي يفسر لنا هذه الافتراطة التي تقررت منذ 7 أكتوبر حتى الآن على مدار 18 طارة يتقومنا مصر بتخليل مساعدات ويقول لها اتهامات بطلة ولا حتى تنطالح حتى على شخص بسيط ومواطن بسيط يعني كان رد الفعل قروج الملايين في الدول الغربية حتى اللي كانت مدى الإسرائيل رفضا لهذه الجرامة اللي بادة الجامعية هذا خير الرد على هذه أن من يرتكب بادة جامعية من يستخدم سلاح الجوع من يمنع المساعدات هو الجانب الإسرائيلي وبالتالي الحديث عن مزاعم أن مصر تعطل هذا طبعا يعني تتحده بالدلة والواقع النقطة الثانية فيما تعلق بالجانب السياسي والجانب الأمن لأن نعرف أن مصر والمقربة المصرية منذ 7 أكتوبر صارت على 3 مسارات متويزة أو 4 مسارات مصر إنساني تخلي المساعدات وتخفيف العاد ومصر هي أكبر مقدم للمساعدات 7-8% ومصر أمني المتعلق بمنع توسع الصراع الإقليمي والعمل على وقف إطلاق النار ووقف فاز العدوان في إطار فقه أو لواثة الدولة المصرية اللي هو وقف نزيف الدم للفلسطين لأن الوقت من دم كل يوم عداد الشهادات الفلسطينيين من نساء الأطفال يعني وصل الآن إلى مقارب 40 ألف وبالتالي طرحت مصر الدولة الوحيدة التي طرحت مبادرات للوساطة للتحرك طرحت مقترحات توفقية للعمل على وقف وقف نزيف الدم للفلسطين هذا المصار طبعاً للمصار السياسي المتعلق طبعاً نتكلم عنه بالمتعلق بالحل السياسي وحل الدولتين لكن فيما تعلق بالمصار الأمن أيضاً مصر أولوية وقف النزيف قدمت المقترحات وقاماً نقول لها الدولة الوحيدة التي تحركت في هذا الأمر حيازة طبعاً للشعب الفلسطيني وقف نزيف دمه وقدمت المقترحات طول المقترحات رغم التعنط الإسرائيل ورغم الإفشال وبالتالي إسرائيل تحاول ومن أقرها أمريكا بالخلف إلقاء اللوم أو الفشل أو المأذجة فيها على الجانب المصر إنها إفشالة المفاوضات المصارات واضحة دكتور أحمد مصار أمني وسياسي كما ذكرت وإنساني طبعاً في المقام الأول عايزين نتكلم حضرتك عن السقطة المهنية اللي وقعت فيها مؤسسة زي CNN بالأمس والترويج في مقال أو في تقارير إنه مصر غيرت من شروط صفقة وقف إطلاق النار في اللحظات الأخيرة هذه المزاعم واللي كان فيه رد مباشر مصري من خلال هيئة العامة الاستعلمات بتفنيد هذه المزاعم وإنها اعتمدت على مصادر مغلوطة مجهلة وغير موفوقة يعني غير موجودة على الأرض شايف ما قامت بي CNN بالأمس إزاي وحنمتكلم هنا على معالجة إعلامية مفروض تبقى دقيقة وموضوعية في ما يخص غز أولاً الحديث عن محورة الرأي والتعبير والنزاهة والمصداقية في الصحف الغربية ووسائل العالمية هي طبعاً أمر كذب وثبت يعني فشل وثبت يعني أنه غير مصداقية في أزمة غز أنه كان ديماً يعرض رواية الإسرائيلية ولا يعرض الرواية العربية والفلسطينية هذه أول نقطة النقطة الثانية هذه السقطة الإعلامية ليست الأولى لوسائل العالمية الأمريكية يعني السنين، طارتن، نيويورك تايمز كلهم بيحاولوا تمرير أجندة إسرائيلية وجزء ما يسمى الحرب الإعلامية والضغوط على مصر كما قلنا دائماً نفهم لماذا هذه الضغوط وهذه الحرب لأن مصر دائماً هي تمثل صمام الأمام للقضية الفلسطينية هم يريدون التهجير ومصر توقف في هذا الأمر وبالتالي الحديث السنين طبعاً سقطة الإعلامية الحديث عن مصادر مطلعة طبعاً دون تحديث تحقيق هذه المصادر بيعكس هذا الزيف وهذه الادعاءات وكان طبعاً رد الفعل لمصر السريع من طبعاً نهاية التسعلمات ورد وتفنية هذا الأمر بيعكس أيضاً أن هناك تماهي في المواقف الأمريكي والإسرائيلي وأن مجرد فقط تبادل الأدوار وكلما وجد أن مصر تقف صلبة كلما تقف هذا المخطط كلما زاد حجم الضغوط على مصر طارت انضغوط من تصرحات هزيان من مسؤولين الإسرائيليين وطارت الموسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية مع عريف أحياناً صحيفها أردس كلهم يطلقونها في الدعايات ومعروفة أنها بطلة فيما تعلق بالمفاوضات مصر كما أشارنا هي الدولة التي تقدمت المفاوضات بل إن من أفشل المفاوضات والجانب الإسرائيلي لماذا؟ لأن حكومة نتانياهو لم تكن لديها الرغبة والأرض الحقيقة في الوصول إلى هدنة أو تحرى الأسر هي فقط دخلت للمجراء بأنها مع مفاوضات لاستعاب أهل الأسرى الإسرائيليين وللظهور أمام العالم والضغوط الأمريكية أنها يعني تنسى في مسار تفاوضي وسياسي وأنها تفاوض لكن هي ليس هذه هنية وبالتالي هي تعنتت لأن لو كان هذه هنية كان قدمت أبدأة المرونة وعندما حتى المقترح المصر الذي وصفه بين جانس وزير الدفاع الإسرائيلي الصاب قال أنه كان متوازنا أيضاً جانب الأمريكا لأن العرض المقترح المصر كان هو الأفضل وعندما قابلت حماس وألقت القرى مرة أخرى في الملعب الإسرائيلي هنا جاءت التعامل الإسرائيلي ودخلت إسرار رفح وسيطرت على المعبر بما يعكس أن ليس هناك نية حقيقية لإبداء أي هدنة ليس لديها حرص على أهل الأسرى أو الوصول إلى صفقة وهذا بالطبع مصر كشفت هذا الأمر ولذلك نجد هذا الهجوم وهذا المأزق وتصدير الأزمات الداخلية في إسرائيل على هذه الادعاة البطلة وبالتالي رغم كل هذه التحديات ورغم كل هذه العقبات لأن مصر ديها ستتصرف كدولة مسؤولة لديها هدف استراتيجي هو حماية الشعب الفلسطيني دعم سوابته المشروعة العامل على وقف إطلاق النار هذه أوليوات عاجلة وتخفيف المعاناة لأن الشعب الفلسطيني الآن بيواجه مجاعة في كل أنحاء قطاع وبالتالي رغم كل هذه التعامل هو ليس جديد يعني منذ بداية 7 أكتوبر وحتى الآن على مدينة 9 أشهر هناك كلما إسرائيل في مأزق تصدر هذه المأشكلة إلى الجانب المصري عبر الادعامات والإدعاءات والافتراءات والهزيان سواء الإعلامي أو السياسي أو التصرحات ثم ينضم عليها الجانب الغرب وهذا أبدو يؤكد دائما أن المشكلة أيضا في التعامل في المفاوضات إضافة للتعنط الإسرائيلي هو أن الجانب الأمريكي دائما كان يريد أن يلعب دور الوساطة لكنه كان يجلس في المقعد الإسرائيلي لا يريد أن يمرس ضغوط على الجانب الإسرائيلي أن مفترض حتى أن تكون وسيط أن لا تكون طرف على كل طرف كان يطرف فقط بالضغوط على الجانب الفصائل الفلسطيني والجانب الفلسطيني دون أن يقدم ضغوط ولذلك الميوعة المواقف الأمريكي وهذا التناقض والتناقض في المواقف ما بين ما يعلونهم الأقوال وأنه مع هدنة وأنه مع تخال المساعدات وما بين أرض الواقع يقدم مساعدات عسكرية ويستخدم فيتو في مجلس الأمن ضغوط إدانة إسرائيل وضغ وقف إطلاق النار ووقف دائم إطلاق النار ويستخدم البيت وضغ عدوية فلسطين كل هذا بيعكس أن هذا الإزدواجية الأمريكية ليس لديها رغبة أيضا حقيقية في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى هدن بل أخطر من ذلك أنها شجعت حكومة الحرب والمضطرفين على المضيق قدما في هذا التعاني تحدي المجتمع الدول والاستمرار في الجرام اللي بدأ الجامعي هل يعقل إحنا في القرنة وعشرين بعد كل هذه التنظيم الدولي أن يقوم قوات الاحتلال بقتل أكثر من أربعين ألف فلسطيني من النساء والأطفال معظمهم دون أن يحرك العالم ساكنا يعني ماذا لو أن جرى هذا القتل الجماعي في دول أوروبية أو غيرها ولكن دكتور في النقطة دي تحديدا هل تعتقد أنه إطلاق مثل هذه الشائعات ليها علاقة بفكرة الضغط على الضغط على دور الوساطة وأيضا من جانب آخر فكرة تخفيف الضغط على جانب آخر على الإدارة الأمريكية خاصة أنه الشرع الأمريكي بيشهد احتجاجات ومظاهرات من قبل طلاب الجماعات وممكن كمان شايفين الشرع الأوروبي كمان بالفعل جمان هذه نقطة مهمة لأن توقيت هذه الضغوط وطبيعة هذه الضغوط والضغوط الإعلامية ومحاولة القاءة التهم جزافا على مصر وهي طبعا لتصدير حاولات الهروب من المشكلات الداخلية حكومة الحرب الإسرائيلية تنينها وفي مأذق حقيق هناك انقسامات لأنها بعد سمانيات أشهر هناك فشل تام فيما تعلق بها حقيقة أهداف وبالتالي هي تحاول أن تلقب اللوم على الجانب المصر أيضا الجانب الأمريكي اللي لديها اعتبارات انتخابية ولديها ضغوط خاصة فيما تعلق به أن يكون له دور أولا في الوصول إلى هدنة والعمل على وقف الدعم المطلق لإسرائيل في ظل طبعا الانتخابات سواء الحزب الديمقراطي أو الضغوط المختلف وبالتالي هنا يحاول أن يخرج من هذا المزق بالقاء التهم على مصر لكن الرأي العالم كله يغرب الصوت والصورة في المجال الإنساني مصر هي التي تقدم المساعدات مصر هي التي نحازت للإنسانية بالعكس الغرب وأمريكا هي سياسة الإنسانية حتى نتذكر بعد محكمة العدل الدولية عندما زرات قرارات مجرد طالب إسرائيل باتخاذ جراءات احترازية قامت بواقف تمويل الأنروا ومع دول غربي وبالتالي استخدامة سلاح الإنسانية والجوع ضد مصر كدولة مسؤولة لم تحازة الإنسانية خدمة المساعدات والإنسان كإنسان الأمر الثاني مصر تمثل طيار الاعتدال طيار الاستقرار السلام السلام العادل الدائم بينما هناك من يقود المنطقة إلى جرها كما قال الرئيس السيء في القمة العربية إلى الحروب والاشتعال هناك مصلحة لحكومة الحرب الإسرائيلية هذه المجموعة المضطرفة في إشعال الحركة في إشعال المنطقة بشكل كبير ولذلك هنا الخطور مصر تعامل مع كل هذا بالدولة المسؤولة تعامل بكل مواقف كمان دكتور أحمد مواقف المصرية ثابتة من اليوم الأول لحرب إسرائيل أو عدوان إسرائيل على غزة طيب في الأيام الأخيرة خرجت بعض التصريحات على ألسنة مسؤولين إسرائيليين بأن المشكلة تكمن أن مصر لا تسمح لأهالي غزة بالدخول إلى الأراضي والحديث هنا بشكل واضح وكاشف عن سيناريو التهجير يعني دوائر سياسية مقربة وحكومية تتحدث أن مصر مفروض تستقبل أهلنا في قطاع غزة وده طبعا اللي بيرفضه أو بترفضه القيادة السياسية من اليوم الأول رفض فكرة التهجير وتصفية القضية هذه النغمة اللي بدأت تزداد شوية على الدوائر السياسية الإسرائيلية أو داخل الدوائر السياسية الإسرائيلية شافها إزاي؟ مع فشل المفاوضات الهدنة الأخيرة طبعا أنه ربط من فشل المفاوضات ومخطط إسرائيل يعني أنه مخطط خبيث إسرائيل وتهجير الفلسطينية قصرا من غزة وتوطنهم في سينا هذا المخطط عرف منذ اليوم الأول ولذلك أجاداته مصر ووضع الخطاط ولذلك يعني يسبب هذا يعني يلوب بالموضوع لماذا هذا الضغط وهذا الهزيان وزير الدعات لأن مصر تقف حق الصد أمام هذا المخطط يعني إسرائيل رفعت شعارات قضاء على المقاومة تحرير الأسرة منع سيطرة على غزة ومنع تهديد لكن هذه أهدف معلنة الهدف الحقيقية هو تصفية القضايا الفلسطينية تهجير الفلسطيني القصر منذ اليوم الأول نتذكر عند مصر قالت أن معبر رفح مفتوح في اتجاهين لاتجاه اتخال المساعدات والاتجاه الآخر خروج الجرحة والمصابين والدول الجنسية كانت إسرائيل تريد خروج الفلسطيني جماعات وتفتح مصر الحدود يخرجه من غزة وتم توطنه في سيناء فعندما رفضت مصر بدأت تظهر هذه الأمور ولذلك كل حين تتقرر لأن إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين هي تقول هي تمنع المساعدات معروف أن المساعدات طبعا الشاحنات مقدسة أمام المعابر معبر رفح ومعبر كرم ورسالي وأن من يرفض هو الجنب الإسرائيل والذي يقصف المعابر وقصف الطرق وقصف الشاحنات واستهدف عمال الإغاثة وبالتالي هذا الافتراء وهذه الادعاية وذي النغمة لأن مصر وقفت شوكة في حلق الجنب الإسرائيل ومنعت هذا المخطط الذي هو يقوم على فكرة التهجير الفلسطيني ولذلك هم يريدين الضغط من أجل أن تفتح مصر مصر لن ترف لماذا لأن كما قال الرئيس السيد دائما خروج الفلسطينيين يعني التصفيد القضاء الفلسطيني من سيقول لن يعود يعني كيف سيعود قطع غزة وتحول إلى ركام يعني مكان نكبة أخرى يعني نعم وهذه النقطة النقطة الثانية أن الإسرائيل تريد تصفيد القضية تماما وتحولها مجرد مسألة إنسانية ولذلك هنا الخطورة أيضا متعلقة بهذا الأمر عندما يأسوا ووجد أن مصر حقاة صد بدأوا يبحثون عن وسائل أخرى هنا الآن يعني علماتي تفهم حول أنشاء الميناء البحري المخيم في غزة لماذا؟ هو أهداف هدفه إنساني اتخال المساعدات لكن أنا في اعتقادي أهدافه الحقيقية غير إنسانية سياسية هداف سياسية بالطبع تشجيع الفلسطيني على الهجرة الطوعية لدول أوروبية يعني تأتي الشحناء السفن بالمساعدات وتعود به الفلسطينيين بالبشر هذا لأنهم يأسوا كانوا يريدون من خلال معبر رفع مصر ووقفت حقاة صد ولذلك عندما يتمسك الفلسطينيين وهذا طبعا محيي بأرضهم بدأت هناك حالة من الجنون من غفير يعني بين غفير هذا المتطرف أمس وأول أمس يقول لابد من ترحيل الفلسطينيين هم يعني يأسوا لأنه كانوا يعتقدون أن مصر ربما تتغادى هذا يعني استحالة موقف مصر واضح سابت نعم القضايا الفلسطينية هو صمام الأمام القضايا الفلسطيني ولذلك هذا الموقف هو سبب هذا الهزيان والجانب الأمريكي فقط تبادل الأدوار هو من باب زر الرمض في العيون يتكلم عن مساعدات عن جالب الإنساني لكن حقيقة هو بيشجح حكومة الاحتلال يتمهى معا في أهدافها سواء في القضاء على المقوامة الفلسطينية أو فيما تعلق به التهجير وهناك يعني خطب أمريكي بتهجير هجرة طوعية وتشجيع لكن الفلسطينيين بالطبع تمسكوا بأرضهم ولذلك كل هذه الادعاة بايت مكشوفة أمام العالم يعني العالم كله والأمم المتحدة وجوترش جاء إلى مناء رفح وكان مناء رفح هو شريان الحيال لقطاع غزة وجاء مدعي العالم لحكام الجناية الدولية ولذلك في هذا الصدق إسرائيل يجن جنونها كلما زادت التعاطف دول مع الفلسطينيين هم دمروا الشعب الفلسطيني قتل نساء الأطفال ماذا حدث العالم زادت تعاطفها مع الفلسطينيين هناك الثلاث دول أمس اعترفوا والعالم كله هتتاجه لدعم مزيد من القضايا والحقوق الفلسطينية نشكر حضاء الجزيل الشكر طبعا دكتور أحمد سيد أحمد الخبير بمركز الأهرام للدراسات على كل هذه الإضاحات وهذه القراءة الوفية شكرا لحضرتك شكرا